العقيدة السليمة تبدأ من علي وتنتهي عند علي فعلي هو الفاتح وعلي هو الخاتم هو الذي يقول أنا الظاهر أنا الباطن أنا الأول أنا الآخر هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن هو المحيي هو المميت هذه كلمات علي ما هي كلماته وهذه المضامين تنتشر في خطبه الافتخارية وفي الأحاديث الكثيرة التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي الإدوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الحافظ رجب البرسي أورد مجموعة من الخطب الافتخارية وقد وردت نفس هذه المضامين في آيات فسرت بتفسيره وفي زيارات وصلوات وأدعية وروايات لكن لأجل اختصار الوقت جئتكم بمشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي كما قلت هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 165 في خطبة من خطب الأمير الافتخارية ماذا يقول أمير المؤمنين يقول أنا البيت المعمور سأذهب إلى موطن الحاجة من كلامه صلوات الله عليه أنا البيت المعمور والبيت المعمور هو مظهر من مظاهر العرش وهو أصل للبيت الحرام بالنتيجة البيت المعمور هو قبلة الملائكة في السماء قطعا في السماء الرابعة وما دونها فالعرش قبلة لمن هم عند العرش وهكذا المراتب كثيرة والحديث يحتاج إلى تفصيل فعلي هو قبلة الملأ الأعلى وعلي قبلة الملأ الأدنى قبلتنا هنا ما قيمة البيت إنها حجارة قدسية البيت لانتسابه إلى علي فهذا البيت ينتسب إلى علي تتعجبون من ذلك ما هذا المكان كان مكاناً تركض فيه أغنام إسماعيل هذا المكان الذي نحن نقدسه كان مكاناً لأغنام إسماعيل وهذا الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل لماذا؟ لقد دفن أمه هنا وبنى عليها حائطاً يحجر قبرها عن عبث أغنامه وحيواناته ما حكاية البيت هي هذه تقدسونه لذكر إسماعيل وإبراهيم ولا يقدس لذكر علي من طيح الله حظ هذه العقول أيها الله على أي حال أنا البيت المعمور علي يقول ثم يقول أنا باطن الحرام باطن الحرم أين؟ إنه باطن الكعبة الحرم له باطن باطنه البيت الحرام وباطن البيت الحرام الكعبة وباطن الكعبة هي في الحقيقة باطن الحرام هذا إذا تحدثنا عن الجانب الفيزيائي أما الأمير هنا لا يتحدث عن الجانب الفيزيائي الجانب الفيزيائي المحسوس يأتي في الحاشية القضية أعمق من ذلك أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في شرح هذه المضامين هو يقول أنا البيت المعمور أنا باطن الحرام إلى أن يقول صلوات الله عليه أنا شهر رمضان ألا تلاحظون دائما حين أذكر علي لا أعقب اسمه بصلاة وبتسليم إنني أجدها ضيقة أذكرها التزاما بالسنة والأدب الشرعي أجد ذلك ضيقا علي أوسع حتى من هذه المعاني إنني كذاك الذي يخاطب معشوقته أي شيء في العيد أهدي إليك أسوارا أم دملجا فإني لا أحب القيود في معصميك أي شيء أي شيء في العيد أهدي إليك أسوارا أم دملجا فإني لا أحب القيود في معصميك إنني أستشعر أن الصلاة والتسليم بفهمي لا بفهمهم هم إنني أتحدث عن فهمي إنني أعرف حدودي ورحم الله امرئا عارف قدر نفسه أتحدث عن فهمي إنني أجد أن صلاتي وتسليمي بفهمي أجدها ضيقة حين أسلم على علي لكنني أسلم عليه أدبا والتزاما بالسنة الشرعية وإلا فمن هو هذا وهو يخاطبني بلسان المدارات هنا لا أستطيع أن أقيده بصلاة مقيدة بفهمي إنه الحقيقة التي تتأبى على القيود هو يقول أنا البيت المعمور أنا باطن الحرم أنا شهر رمضان أنا ليلة القدر أنا أم الكتاب أم الكتاب في اللفظ الفاتحة وأم الكتاب هناك في عالم الحقائق أنا سورة الحمد أنا صاحب الصلاة في الحضر والسفر بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام إلى أن يقول علي صلوات الله وسلامه علي أنا صلاة المؤمنين وصيامهم أنا مولاهم وإمامهم ويقول أنا أرسيت الجبال الشامخات هو يقول هو علي إنني أقرأ من صفحة 170 من خطبة أخرى من خطبه الافتخارية هو يقول وهذا قليل مما قاله أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار أنا مقدر الأقوات أنا ناشر الأموات وأنت كذلك أنا منزل القطر أنا منور الشمس والقمر والنجوم أنا قيم القيامة إلى أن يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم أنا مولاهم وإمامهم ماذا تريد أن تقول يا أمير المؤمنين قل ما تشاء قل ما تشاء أنا ما راح أقول لك وعيونك وعيون قنبر ما نعتجب بيك كاظم منظور الكربلائي ما نعتجب بيك وعيون قنبر ما نعتجب بيك ندرب قدرتك ما نعتجب بيك ما نعتجب بيك ندرب قدرتك من قدرة الله تسير الأفلاك يَوْ عَلِي يَوْ عَلِي هِي كَنَكَ قُلِسِي يَوْ عَلِي هِي كَنَكَ قُلِسِي أُوْ جَوْمِ يَوْ جَوْمِ تَقْدِ Les v diets أَن dan.. cancelled غير النظر ما تَذَنَّن درجاتات وَبْنَغِي قِمل سَلْثِ نَوْمًا وَجِسْلٌ عَلِي Book of Arts وَنَفَلَكُ دَورَامَ وَقَطَ وقرص سمسرد ونعفق لمرك وبنتا اعتراف وهي اسهل معجزاتك ما نعتجد بك ونيبر بقدرتك ما نعتجد بك ونيبر بقدرتك من قدرتك عمك سيناك نعتجد بك ونيبر بقدرتك منقف لمرك وبنتاft اعتريا وجدان اعتراض عنها اعتبالنا شعر جميل لشاعر حسيني معروف كاظم منظور الكربلائي رحمة الله عليه لكن يا للأسف كاظم منظور كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فكان يحفظ ما يسمع كان ذكيا تميز بالذكاء وبالحافظة فهو يستمع إلى هؤلاء الخطباء الغبران ولذا نقل واقعة رد الشمس بحسب ما ينقل هؤلاء الخطباء عن المخالفين أمير المؤمنين ما رد الشمس كي يصلي قضاء أبدا أمير المؤمنين عبر نهر الفرات عند بابل وصلى مع خواص أصحابه في وقت الصلاة لكن بقية الجيش الذين انشغلوا بنقل رحالهم وتعبير دوابهم تأخروا عن الصلاة ففاتتهم الصلاة فجاءوا يظهرون الحسرة بين يدي أمير المؤمنين أنهم ما أدركوا الصلاة خلفه فأمر الشمس أن تعود فعادت فصلى جيشه وإلا هو قد صلى في وقت الصلاة وأمير المؤمنين ليس محتاجا للصلاة الصلاة متقومة بأمير المؤمنين أنا لا أتحدث عن كل التفاصيل لكن كاظم منظور هنا نقل الرواية عن الخطباء عن الخطباء الشيعة الثولان الغبران وهم نقلوا عن المخالفين الرواية عندنا عن سيد الشهداء أمير المؤمنين صلى بهم صلاة العصر في وقتها صلى بهم والشمس في مكانها ولكن قسما من جيشه ما أدركوا الصلاة خلفه انشغلوا بتعبير دوابهم ورحالهم وأغراضهم إلى أن غابت الشمس فجاءوا يظهرون الحسرة بين يدي الأمير الأمير أرجع الشمس كي يصلهم وليس هو هو قد صلى صلاته إذا أردتم أن تعرفوا التفصيل عودوا إلى الحلقة السادسة والعشرين من برنامج قتلوك يا فاطمة لقد فصلت القول في هذا الموضوع تفصيلا كاملا عودوا إليها ستجدون المصادر الروايات الأحاديث لا أريد أن أذهب كثيرا في هذا الموضوع لكنني أردت أن أنبهكم من أنني دائما أقول القصائد التي تبث في قناة القمر مخالفة لآل محمد مع ملاحظة أن كاظم منظور الكربلاء من أكثر الشعراء الذين يعتمدون الروايات في نظم قصائدهم أما شعراء هذا الوقت فهم لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة مطلقا إما أن يأخذوا من هؤلاء الخطباء المعتوهين أو من كتب علماء الشيعة التي هي قد نسجت وفقا للمذاق الناصبي أو يخرجون شيئا من جيوبهم الخاصة لذا أقول المسلسلات التي نبثها في قناة القمر مخالفة لأهل البيت الأشعار التي تبث إلقاءا مخالفة لأهل البيت لا أقول الجميع ولكن أكثر من تسعين بالمئة الردات اللطميات كل ما يبث هو مخالف لأهل البيت ولكن ماذا نصنع هذا هو الموجود هذا هو الواقع الشيعي إنني أنا الذي أختار هذه القصائد في كثير من الأحيان لا أقول في كل الأحيان رغم أن في فماذا أصنع هذا هو الواقع الشيعي ماذا أصنع لكم وأنا منذ أربعين سنة أصرخ ما نحن بشيعا وأنتم تسبونني وتشتمونني فماذا أصنع هذا كل الذي أقدر عليه إنني أتعامل مع هذه القصائد ومع هذه المسلسلات كالمضطر إلى أكل الميتة والله هكذا أتعامل لأنني على علم تام بمخالفة المسلسلات التي نعرضها لمنهج آل محمد بمخالفة شعر الشعراء بمخالفة قصائد الرواديد حتى الزيارات التي تقرأ تقرأ بشكل خاطئ إما بشكل خاطئ نحويا وإما بشكل خاطئ في التقطيع في تقطيع المقاطع لأن الذين يقرؤون الزيارات لا يعرفون معانيها يقطعونها وفقا للثقافة الموجودة التي هي ثقافة مخالفة لآل محمد نلجأ إلى الإيرانيين الذين يقرؤون الزيارات والأدعية هم أفضل في عملية التقطيع وفي عملية الحركات الإعرابية حتى الزيارة الجامعة الكبيرة التي نبثها إنها تقرأ بحسب النسخة المحرفة فقد بحثنا عن قارئ يقرأ الزيارة لا عن أي قارئ عن قارئ يقرأ الزيارة بشكل يتناسب مع قيمة هذه الزيارة ما وجدنا قارئا في الجو الشيعي واحدا يقرأ الزيارة بالنسخة الصحيحة كل القراء يقرأونها بالنسخة المحرفة هذا هو الذي وجدنا فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ وأنا شخصيا هناك الكثير من الحقائق لا أبديها لكم مع أنها ضرورية لأنني لا أمتلك عليها وثائقا حسية أنا أعرض الحقائق بالوثائق وأنتم تكذبونني فماذا أصنع لكم؟ هذه هي الحقيقة من الآخر والله إني أعد أيامي أعد أيامي إما أن يظهر الإمام وإما أن أغادر هذه الدنيا لأنني أكثر من أربعين سنة أحمل بضاعة آل محمد في أسواقكم فلا أجد أحدا يشتري هذه البضاعة أراكم تركضون على المزابل تدفعون الأموال الطائلة لشراء المزابل والقاذورات وبضاع آل محمد كاسدة لا أحد يشتريها فأعود أنا فأشتريها لأنها بضاعة عزيزة عندي وهي غير قابلة للفساد حتى أذهب بها إلى مصانع التدوير هي لا تدور إنها بضاعة طاهرة أبدية لذلك أعرضها للبيع فلا تعرفون قيمتها فأعود أنا أشتريها بعقلي وقلبي وروحي وسأبقى كذلك وهذا مثال هذه قصيدة من أجمل القصائد علاك رب العرش علاك وتلاحظون الشاعر ينقل فيها وليس في هذا المقطع ينقل فيها ثقافة المخالفين بل في كل المقاطع الأخرى وفي كل القصائد الأخرى إنما نبهت على هذا كي تعرفوا ما هو الحال السيء الذي نحن فيه نذهب إلى فاصل أتمنى على الكونترول روم أن يعيد لنا بث المقطع الذي بث قبل قليل حمزة الزغير ما نعتجب بك يا علي يا علي يا علي أي كانك قديسي يا علي أي كانك قديسي أوجوه من تقديس سباة أن من خمض غير من علك ما تذنن درجات ومنغيب مسلس نما رجل لا تقديس ماتا وانفلس دورة ما وضع وقرس سمس رجو الأطف نمرك وبنت اعتراف وهي اسهل معجزاتك ما نعتجد بك ونجرب قدرتك من قدرتك عمك سيناك ما نعتجد بك ونجرب قدرتك من قدرتك من قدرتك من قدرتك من قدرتك من قدرتك إنني طلبت إعادة بث المقطع أولاً لجماله وحسنه لذكر علي صلوات الله وسلامه عليه ولكي تتأكدوا بأنفسكم من الذي ذكرته وأشرت إليه قبل قليل تتأكدوا بأنفسكم من قدرتك من قدرتك من قدرتك من قدرتك من قدرتك من قدرتك